اهلا بكل حضراتكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد الاربعين من فترة كنت عملت فيديو اسمه الحق نفسك قبل الكتاب الفيديو ده عمل يعني شوية لغباطة كده عند بعض الناس او مش لغبطة قوي يعني لكن اصار عندهم شوية تساؤلات وبعتوا هالي وطلبوا مني ان انا اعمل فيديو مكمل واتكلم باستفادة اكتر في موضوع ازاي تعيش سعيد ازاي تبقى سعيد او ايه اللي اقدر اعمله عشان اشعر بالسعادة وعلشان كل حبيبي المتابعين طلباتهم اوامر عملت الفيديو ده في البداية وعلشان ندخل في الموضوع بسرعة لازم نجاوب على سؤال هل السعادة قرار اختيار ولا هي حظ ولا قدر يعني حد مكتوب عليه انه يعيش سعيد وحد تاني مكتوب عليه يعيش تعيس الحقيقة السعادة قرار السعادة اختيار لا هي حظ ولا هي قدر ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفنا كلنا فرحانين حتى في اوقات البلاء يحب يشوفنا شاكرين وحامدين والحمد والشكر ده بيشعرنا بالكثير من السعادة يبقى لازم في البداية نتفق ان السعادة اختيار السعادة قرار حضرتك لازم تاخد قرار انك تكون سعيد لا والله مش كلام ولا شعارات ولا اي حاجة من اللي ممكن تكون خطرت على بال حد من حضرتكم احنا اللي نقدر نبقى سعاداء واحنا اللي بقدينا ممكن نزرع نفسنا في جو من الكئابة والحزن لكن ازاي ازاي نكون سعاداء ازاي نخلي نفسنا سعاداء ازاي نعيش سعاداء اول حاجة لازم نقرب من ربنا سبحانه وتعالى لما نقرب من ربنا حنعرف ان كل شيء قضاء وقدر لازم لما نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونعرف ان كل شيء قضاء وقدر نتحلى بالرضى والقناعة دي اول حاجة تحقق لنا السعادة نكون راضين عن اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لنا ودايما نقول الحمد لله ومهما حصل لنا من مشاكل في حياتنا ومفيش حياة تخلو من المشاكل مفيش اي علاقة انسانية حتى تخلو من المشاكل مفيش عمل يخلو من المشاكل ولكن دايما مهما يقابلنا من مشاكل مهما يحصل لنا من كوارث حتى لازم نقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل لازم ناخد قرار ان احنا نعيش سعداء يعني ازاي يعني مش فاهمة يعني يعني احنا نصحى الصبح نقول كده انا النهاردة هعيش سعيد لا ده مش النهاردة بس ده انا هعيش سعيد عمري كله طب ازاي نعمل ده لازم نشتغل على ده اول حاجة زي ما قلنا اه مفيهاش حاجة خالص ان احنا نقوم الصبح نبص في المراية ونقول احنا هنبقى سعداء احنا سعداء احنا بنشعر من السعادة الكلمة دي بيستقبلها العقل الباطن وبيحولها لواقع واحنا لما بنصدق حاجة بتحصل لنا احنا لما بنصدق ان احنا سعداء بنبقى سعداء وكأننا كده دوسنا على ريموت كنترول السعادة ريموت كنترول بتاع جهاز بيشعرنا بالسعادة الجهاز ده موجود جوانا احنا لما نقرر نبقى سعداء حنبقى سعداء ومفيش حد ابدا هيقدر يطلعنا من الجو بتاع السعادة ده لكن برضو الموضوع يعني لازم نشتغل عليه ازاي؟ لازم نعمل كل حاجات خلينا نشعر بالسعادة على فكرة اللي يخليني انا اشعر بالسعادة غير اللي يخلي حضرتك او حضرتك او اي حد بيتفرج على الفيديو يشعر بالسعادة كل واحد عارف ايه اللي بيسعده طيب يعني مبدئيا كده اول حاجة قلناها خلاص ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونشعر بالقناعة وبالرضى باي حاجة ربنا سبحانه وتعالى كتبها لنا ونقول دايما الحمد لله ونقول قدر الله ومشاء فعل لما يحصل لنا اي مشكلة لازم كمان نكون مؤمنين من جوانا ان بكرة احلى بكرة اجمل ان اي مشكلة الى زوال يا جماعة اذا كان الفرح بيزول يبقى الحزن والهم مش هيزول ده ربنا كريم وربنا سبحانه وتعالى يحب يشوف الانسان سعيد لازم نحول اي مشكلة حصلت لنا لحاجة سعيدة لازم نحولها لخطوة لاسعاد نفسنا طيب نعمل ايه تاني اللي بيسعيدنا ده ممكن يبقى كتاب نقرأه انا شخصيا بشعر بالسعادة لما بقرأ كتاب بحبه او مجلة بحبها ممكن اللي شارنا بالسعادة ده يكون اغنية نسمع اغاني لو احنا بنحب نسمع اغاني نقرأ كتب لو بنحب نقرأ كتب نتمشى نتمشى في مكان فيه ورد وظهور وحاجات كده تفرح وتفتح النفس نحسن صحتنا نهتم بصحتنا لازم صحتنا تبقى كويسة عشان نبقى سعداء مفيش حد هيبقى بيتقلم وهو سعيد الا لو حمد ربنا وشعر بالقناعة زي ما قلنا قبل كده وقال قدر الله ومشاء فعل على فكرة السعادة علاج يا جماعة احنا لما يكون لقدر الله عندنا مشكلة وعندنا مرض او حتى مش ازمة صحية ونكون سعداء هنقدر نتناول الادوية وحنقدر نتبع تعليمات الاطباء علشان نخف وصحتنا تتحسن ونشعر بالسعادة ونشعر بالرضى ونشعر بالايجابية نقرب من الناس الايجابيين ونبعد عن الناس اللي على طول رسمين على وشهم كآبة وغضب وعلامات كده انهم غير راضين عن نفسهم او عننا احنا او عن الدنيا كلها ابعدوا عن الناس دي ابعدوا عن الناس اللي بيحسسوكوا ان الدنيا وحشة وبكرة وحشة ومشاكل ده مش هتتحل لا 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 مفيش مشكلة ربنا خلقها ملاش حل كل المشاكل لها حل والايام اللي احنا شايفينها وحشة فيها حاجات ممكن تخلينا نشعر بالسعادة اتفسحوا اخرجوا من وقت للتاني هاتوا لنفسكوا هدايا هدايا صغيرة على قد امكانياتي المادية على قد الفلوس اللي معايا اخد جزء منها واجيب لنفسي هدايا ايه المشكلة؟ ان شاء الله يا رب الهدايا دي تبقى حتى مجلة ميكي اللي انا بحب اقراها مش هتكلفنا كتير لكن هتفرحنا اسعد حد يا جماعة مش قادر اقولكوا قد ايه اسعاد الاخرين ده بيدخل السعادة مش بس على اللي احنا عملناله جميل او معروف ده كمان هيسعيدنا احنا احنا لما هنشوفه سعيد احنا هنشعر بالسعادة ها دي اللي بتحبوه هات هدية لحد بتحبه وبرضو في حدود امكانياتك ولكن هدية تفرحوا فرحة الناس التانية خصوصا لو احنا بنحبها بتفرحنا جدا فيه برضو نصيحة مهمة جدا عشان نعيش سعدة يا جماعة ابعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي قدر الامكان الفيسبوك للأسف في كتير من الاحيان بيتحول لمحزنة كبيرة يعني لمكان كله حزن وقلم وشجن وناس بتشتكي والحقوني انا حصلي مش عارف ايه والحقوني انا حصلي مش عارف ايه الحقوني مش عارف مين توفى عندي الحقوني مش عارف مين عيان عندي على فكرة معظم الناس دي بتغذي العين معظمها ما بيبقاش عندهم مشاكل معظم الناس اللي حتى بتقول ما كلنا يا جماعة بنتعرض ان حد عزيز ممكن يتوفى او نفقده في حادث او يحصل لنا حادث سيارة او يحصل لنا اي مشكلة من المشاكل ده مش معناه ان احنا نزعل الناس اللي حوالينا كلهم فابعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي يعني قدر الامكان قربوا من اي حاجة بقى بتفرحكم يعني لو انتوا مثلا بتحبوا تتفرجوا على فيلم معين انا عندي افلام لما بشوفها بشعر بسعادة كبيرة اتفرجوا عليها هتوها علي يوتيوب هتوها علي لو اللي عنده سمارت تيفي او اللي هو التليفزيون الذكي يعني اللي بقدر اشغل عليه الانترنت اتفرجوا عليها اتفرجوا علي ألبومات الصغر بتاعة الرحلات والحاجات اللي انتوا كنتوا ساعدة فيها قربوا زي ما قلت لحضراتكم ان الناس السعيدة الناس الفرحانة الناس الريئة اللي هي على طول بتتحك الناس دي هتلاقيها حتى لو حضرتك او حضرتك متضايقين هتطلعكم من المود هتخليكم فعلا تشعروا بالسعادة لعبوا مع الحيوانات الاليفة لو بتحبوا حيوانات الاليفة او عندكم في البيت حيوانات الاليفة والاولى بقى من كده لعبوا مع اطفالكم اللي عنده اطفال والله ضحكة الطفل ده بالدنيا وما فيها مهما كان عندكم مشاكل الدنيا ضحكة الطفل وابتسمتك في وش ابنك او بنتك هتخليك تفرح وهتخليك تشعر بسعادة غامرة ملهاش مثيل في الدنيا خليكو دايما خليكو دايما محافظين على ليقتكو يعني لما تلاقو نفسكو وزنوكو زد حاولو تقللوه بنظام صحي كده ما تعملوش الدايت الرخم اللي هو يعني يقللني مش عارفة 17 كيلو في الاسبوع لا 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 قللوا بس كميات الاكت اللي بتاكلوها وزودوا الصلطة اشربوا مية كتير شرب المية الكتير ده بيحسن الصحة وتحسين الصحة بتشعرنا بالسعادة كلو الاطعامة بقى بتاعت السعادة اللي تكلمنا عليها في فيديوهات سابقة كتير الشوكولاتة والحاجات الغنية بالأوميجا ثري والمكسرات والحاجات اللطيفة دي كل ده ممكن يشعرنا بالسعادة اتفرجوا على شروق الشمس اقعدوا على البحر ابعدوا القلق ما تقلقوش كل حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى وطالما احنا سعداء ومبسوطين وعندنا قناعة ورضا حنقدر نحل كل مشاكلنا كلموا الناس اللي بتحبوها اتصلوا بيهم او قبلوهم قبلوا اصدقائكم اللي بتحبوهم اطلعوا رحلة مهما كانت امكانياتكم متواضعة رحلة تكون في حدود امكانياتكم حتى لو الرحلة دي مثلا هنروح نقعد على كورنيش البحر هنأكل درة اللي بيحبوا الدرة المشوي حاجات مش ممكن متكلفناش كتير قد ما تشعرنا بالسعادة حبوا الدنيا خليكوا دايما مقبلين عليها حبوها وعرفوا دايما ان بكرة احلى اعملوا كل اللي يفرحكم وبعدوا عن كل اللي يدايقكم ما تقلقوش بدل ما تقلقوا تقعدوا قلقانين ومضطربين ومضطرين ومكتقبين فكروا ازاي تطلعوا من المشكلة دي ازاي تقدروا تحلوها لو انتوا عندكم مشاكل لا سمح الله ربنا يا رب ما يجيب مشاكل يعني وربنا يبعد عننا كل الوحش فكروا في الحاجات الإيجابية في المشكلة حتى لو قدر الله لو احنا فقدنا حد عزيز افتكروا له الحاجات المبهجة الحاجات اللي تساعدنا اقروا له القرآن تصدقوا على روحه اعملوا له الحاجات اللي تنفعوا ولكن البكاء والحزن والاكتئاب والضيق والشعور بالاختناق ان احنا نبقى منزعجين جدا ده مش حينفعوا ولا حينفع حضراتكم باي حاجة يبقى باختصار شديد عشان تشعر بالسعادة خد قرار انك تشعر بالسعادة قول انا حبق سعيد وحشتغل على نفسي وهحقق ده وحوصل ان شاء الله للسعادة واعمل كل اللي يفرحك على فكرة انك تبقى ناجح في عملك انك تشتغل على نفسك تاخد كورسات عشان تنجح شوف ايه اللي ممكن يساعدك انك تحقق اهدافك خلي دايما عندك هدف عايز توصله عشان الشغل على الهدف ده حيبعد عنك اي مشاعر وحشة لو بتشتغل وظيفة ما بتحبهاش لكن مضطر انك تشتغلها شوف ايه الحاجات الحلوة فيها واوي نقاط القوة عندك فيها خد دورات تدريبية خد كورسات اقرأ عن عن الموضوعات المختصة بمجال عملك ده صدقني هتحب عملك وهتحب نفسك وهتشعر بسعادة ما بعدها سعادة اقعد على البحر سافر اعمل اللي تحبه هتبقى سعيد وفي الاول خد قرار انك تبقى سعيد لازم تاخد قرار بالسعادة علشان تبقى سعيد اتمنى لكل حضراتكم كل السعادة يا رب في الحياة واتمنى اكون جاوبت على كل الاسئلة اللي جات لي بعد الفيديو اللي قلت لحضراتكم عليه اتمنى ان كلكم تشعروا بالسعادة ومحدش ابدا يزعل ودايما رددوا انا ان شاء الله هبقى سعيد وان شاء الله بكرة هيبقى احلى وانا والله مؤمنة بربنا سبحانه وتعالى انه مش بيجيب غير الخير مهما كان مهما احنا كنا شايفين ان حاجة معينة حصلت لنا فيها شر لا هي خير لينا ربنا سبحانه وتعالى ما بيختر لناش غير الخير يا رب كلكم تبقوا سعداء اتمنى لكل حضراتكم كل السعادة يا رب والهنة دايما في كل حياتكم واتمنى كمان اذا عجب حضراتكم الفيديو ارجوكم ادعموه بلايك واعملولو شير علشان ناس كتير يجيلها طاقة ايجابية وتشعر بالسعادة ويقدروا يوصلوا للرضا والقناعة والسعادة واذا كنتم اول مرة بتشرفوني بالمشاهدة من فضلكم علشان يوصلكم مني كل جديد اشتركوا في القناة وشرفوني باشتراك حضراتكم في القناة عن طريق انكم تدوسوا على الكلمة الموجودة تحت الفيديو باللون الاحمر او الزرار اللي موجود تحت الفيديو باللون الاحمر كلمة سابسكرايب او اشتراك شكرا لكل حضراتكم على طيب المشاهدة والمتابعة وان شاء الله اشوف حضراتكم الفيديو الجاي